أول شيء الوهم يكون مرض في حالة أن كل شيء يزيد عن حده ينقلب ضده طبعا الوهم هو ربما يكون رؤية الأمر بغير واقعه وغير حقيقته وبعض الأحيان يكون الوهم رؤية شيء غير موجود أساسا يعني أساسا ما في أمر عشان نشوف غير واقعه أو غير حقيقته فهنا يكون مرضي في حالة أنه إذا أصبح الشخص مهووس في هذا الوهم يعني يبتعد عن عالم الواقع ويعيش في عالم من خياله هو يصنع هذا العالم ويتخيل أنه فارس ومام وبطل والوهم أحد دروب الجنون إذا تمادى الإنسان في الوهم الوهم هو أحد دروب الجنون حيث أنه الإنسان يستمر في الهروب من الواقع المرأة تستمر في الشك في زوجها تخيل أنه مع امرأة أخرى تخيل أنه لآن مجغول بأمر آخر أنه غير وفي لعائلته أنه هنا يبدأ هذا الوهم يتكور ويتكون ويتشكل ليصبح مشكلة حقيقية وهنا يصبح لهذا الوهم علاقة بكل شيء في حياتنا يعني قد يحس الإنسان بالمرض وأعراض المرض كالحرارة والسخونة ورجفة الجسد من الوهم قد ترى في أحلامك بأنك في حالة من الضياع والألم والحزن من الوهم قد يستغل ذلك بعض الناس عن طريق إيهامك بأمور تعتقد بأنها لصالحك وهي ضدك تماما كيف كمثلا أن يقنعك الساحر أو المشعوذ بأن هذه التعويذة أو هذا الأمر سوف يعينك على الزواج أو أن هذا الأمر سوف يعينك على فتح باب من أبواب الرزق أتدني أحد الأخوات وقالت أنا لا أؤمن بهذه الأشياء ولكن لي صديقة ما دائما هي لي صديقة هي المشكلة كلمة صديقة لي صديقة تأخر بها الزواج حتى بلغت الخامسة والثلاثون أو السابعة والثلاثون لا يحضرنا الرقم الآن لأنه تحضرنا القصة بحذ ذاتها فقالوا لها بأنك ربما مسحورة فاذهبي إلى جبل معين في أحد الدول هذا الجبل يقيم فيه ساحر أو يقيم فيه سلطان من سلطين الجن واجلسي عنده ساعتان واشكي له حالك وأحوالك واطلبي منه العونة والسند وسوف تتزوجين فهذه الصديقة فكرت أيوة لا طب بكرة طب بعدة طب أسأل فلان طب أسأل علان طب كلام صح آخر شيء اقتنعت وذهبت إلى هذا الجبل وزارت من زارت وفعلت ما فعلت حسب الرواية أنها بعد يومان يومان تزوجت فتقول لصديقتها يعني هذه صديقة تزوجت بعد يومين من هذه الزيارة وقد وصلت تقريبا سبعة وثلاثين ولن تزوج ألا يدل أن هؤلاء الناس لهم بركات يعني أنت رايحة عارفة أنه أحد صلاطين الجن فأين البركة في ذلك قلت لها شيء طبيعي اللي صار وبالعكس ممكن يصير مع الكل قالت لي كيف ممكن يصير مع الكل قلت لها بكل بساطة ممكن يصير مع الكل هي كانت في فترة اختبار من رب العالمين هي كانت في فترة اختبار من رب العالمين وربما يطول الاختبار ويقصر الاختبار لماذا إيمانها صبرها استعدادها لتقبل القضاء والقدر إيمانها بالقضاء والقدر وهنا كانت على هذا الاختبار ناجحة فيه وكانت على أفضل أحوالها وكان الله سبحانه وتعالى راضي عنها رضاء كامل حتى ذهبت إلى ذلك الجبل وحتى ذهبت لهذا الشخص الذي اعتقدت بأنه سوف يشفيها هنا فشلت في الاختبار فما عاد للاختبار أهمية فأصبح زواجها طبيعي نتيجة طبيعية لأنها أساسا فشلت في اختبار رب العالمين في الصبر والتوكل والإيمان والرضى بالقضاء والقدر فلم يعد لهذا الاختبار أهمية خلاص تتزوج انتهى الاختبار شخص ظل مريض فترة طويلة هو فيه اختبار وقد مرض الأنبياء وقد مرض الصالحين وقد مرض الأقوياء وعانوا من الضعف وخوار القوة وعندما آمن بأن ما فيه سحر أو جن وذهب لذلك الشخص ليعينه على تجاوز المرض عن طريق السحر أو عن طريق الحرز أو هذا سقط في الاختبار خلاص لم يعد لذلك الاختبار أهمية هنا تبع الوهم وآمن بالوهم وصدق ذلك الوهم فأصبح لا داعي لاختباره لأنه أصلا فشل فيه في مثل قديم مشهور عندنا شو يقول لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده لو هؤلاء الناس صبروا على بلواهم وابتلاؤهم ورضيوا بما هم فيه يوما واحد بل ساعة أو ثانية لكانوا شفيوا وتباهوا بأنه